نحن في تقانت مسرورون بقدومكم وبوجودكم بيننا ونسجل بارتياح الخطوة الجريعة التي أقدمتم عليها في غرف عربي صعب وهو إصراركم على عقد قمة عربية في وقت تعيش فيه الأمة العربية مشاكل عديدة ونشكركم على هذا الإنجاز الذي لم يسبق لبلادنا أن عقدت فيها قمة من هذا النوع كذلك نشكركم على الإنجازات الكبيرة والعظيمة التي تحققت في أهدكم والتي حققتم في وقت قصير عجز غيركم عن تحقيقه في وقت طويل تقانت مثلا كان لها نصيبها الكبير من هذه الإنجازات ومن أهم الإنجازات التي تحققت طريق تيججة أطار التي فكت العزلة عن مناطق شاسعة من البلاد والتي سوف تربط شمال البلاد بجنوبها كذلك نستجل بارتياح اهتمامكم الكبير عن تاريخ هذا البلد وحضارته ونشكركم على السنة الحميدة التي أحييتمها وهي إحياء المدن التاريخية القديمة وإحياء كذلك المقاومة الوطنية العظيمة فمثلا من إحياء المقاومة الوطنية الكبيرة إنشاء رابطة وطنية للمقاومة تخلد بضلات المقاومة في أنحاء الوطن عندي مجموعة من المطالب منها جعلوا مركز الرشيد الإداري مقاطعة ولهذا المطلب ما يبرره فله تبرراته من الناحية الأمنية فهو يمتد على مساحة شاسعة تقدر بثلث مساحة مقاطعة جكشة فهو يمتد من الشرق إلى الغرب من المرية إلى قبل ومن الجنوب إلى الشمات من تجبجا إلى العين الصهراء ويضم تجمعات كبيرة وبه مدينة تاريخية قديمة وهي مدينة الرشيد التي قام باستعمار بدك مساكنها واستخدم في ذلك سلاح لم يستخدمه في طيلة المعارك التي التي عرفها الوقت فالرشيد إذن يستحق هذه المقاطعة نتيجة لبعده الأمني نتيجة لبعده الأمني فهو يستحق هذه المقاطعة وكثافته السكانية وتساع رقعته الجغرافية المطعب الثاني هو إيجاد الماء الشروب في كل من نيملان وأشارير وإيقفان والبيجوج وإعطاء المست والواد لبيع وغيره من المناطق الشاسعة تذلك فقد تعهدتم بإنارة تقرة نيملان والآن نطلب منكم إنشاء تذلك الوعد وإعادة تأهيل وتخطيط قرية نيملان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كيف تقالكم السيدة الرئيس هذا مباشر إلى الشاشة تلفزي أنا والي منبقيكم تكلموا كاملي لا يمتحكم في الوقت الوقت محدد سلفان الثانية أنتم في مجموعات لا يتلتقى لا يتلتقى حالا عاقب هذا جاي من كل مقاطعة جماعتها أودوا منصفين وأنا ما نعرفكم ما نعرفكم بلسم إذا رفضوا عشرين رقاء جيدون ما قد نسجلي بيلي ما نعرف أسميها تكايسوا معناها أعلنكم لا نقبل صفة عشوائية من الزرورة كاملة لكن العدد تكايس يا إخواني تكايسوا لي عددوا الدور صلى الله عليه وسلم إذن 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 في لوائح في لوائح تمثل كل مقاطعة على حداء أولئي اللي تقاو هلهم يعرفون إذن ذلي لا يسجل هون ما أمكنه وحبه لا يعود الناس اللي ما وطنات على مستوى المقاطعة إياك تود مشاركة الشام للناس كاملة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم أولا مرتاحة جد مرتاحة الوجود أمام سيد رئيس الجمهورية هذا ما هو كل وقت في قد حد يتاح له الفرصة وأنه مرتاحة إلى أقصى درجة من الارتياح وهذا الوفد القيم اللي معاه ومراجع من عند الله إن شاء الله له التوفيق اللي ما يحبه وارضاه وعلنه إن شاء الله يوفي ذاك اللي تعاهدنا به في برنامجه وإن شاء الله طالبها وطول العمر إن شاء الله وإنه يقدر يوفينا ذاك اللي وعدنا به في برنامجه أولاً أولاً وقبل كل شيء أنا نمثل جماعة من ساكنة النيملان بلدية النيملان نحن نرجع وعلنه تعود للمعات مقاطعة تعود مركز إداري هذا طالب إنه أول وذاني وذالذ وما دام الرئيس هون نحن نطلبوه على إنه يتفهم على إنه يعدل للك الطالب الخاص بالنيملان طالبين تنفتح مدرسة للصحة في هذه الولاية محتاجة لها جداً بدل من تعود تمشي شعر كل بلد إياك إنها تعدل لامتحان أعلنها هذا الفرصة التي نعطاها للناس الأخرى أعلنها تنعطاها لولاية التقاند تنفتح فيها مدرسة للصحة إياك تستفاد منها هذه الساكنة التي هم طالب أمم الذي أعلن فم يعود تمييز إيجابي الصالح هذه الساكنة التي تذكرت التي هي بلد يتنيم الآن جميع الأصعيدة تعود تمثل فيه خاصة في مراكز القرار إياك إنها يخول إعلنها تلحق بأخوتها الغرين الفاتوا سبقوها في ذلك النعم الرجي راجية أعلن الشباب سيد الرئيس ما ينسيكم في العليات والله إلا نبقوه ينشرك حتى يا غير مالي لا تنساوا العليات التي تعطيتهم التزامكم لأنهم فاصلة تزادهم وإعلنهم يتموا معطيرهم ذلك التمييز الإيجابي رئيس سابق ننهي كلامي أعلن عالم ذا المنبر أعلن لكم رئيس ساكنة النيم الآن زيادة على رئاسة الجمهورية وتقبضوها من اليوم كاسم دائري لكم محل كشعلي ولا تفتصلوا معها لأنهم مفتصلين معاكم محد ونبقوا الناس معانا تكررها وجزاكم الله خيرا ما نبقى نطيل عليكم بياليمان طويلة بدون أن ننسى لأن هذه البلاد التاريخية يذمن بلد الشهداء ذاك البلد اللي يعطاه ويندار له مكان تزوره وتعطوه دقائق من وقتكم جزاكم الله خيرا وانتم ما نعرف عليكم ما نتبع بين اللي عاملين على ذاك اللي تعذلون من تحمل جدو سيد الوال سيد الوال احنا ما نمي له محرومين والمهنشين والمهنشين المحرومين والمهنشين يا أخوه تملعوه تملعوه مهامل رئيس أحمد السلام عليكم ورحمة الله أنا بدوري مرحبة برئيس الجمهورية محمد العبد العزيز وراجيال وما قام سعيد مرحبة بالوفد المعاه ومرحبة بالناس كاملة اللي جات من بعيد إياك تستقبل رئيس الجمهورية هذا المجي كان في وقته هذا المجي كان في وقته سيد الرئيس بين اللي أقبلنا الحوار ومهنئنكم بسمي شخصيا وبسم جميع النساء في تجججة وفي الولاية وفي كافة التراب الوطنية على نجاح الحوار ومهنئتكم بسمي وبسم النساء وبسم جميع النساء في الجمهورية الموريتانية على نجاح القمة العربية وعلى رئيسةكم وعلى ذاك اللي كان من اللي أخلق فيها مش كان فوق المستوى اللي أخلتني متكلمة بسم النساء في تجججة وفي كافة التراب الوطنية وفي تقانت ماني ناشيتها بيالي من 2009 إلى 2016 هذا القيمة اللي أعطانا السيد الرئيس ما أعطاها النحل ولكننا نحلموا بها دارنا في مركز القرار وعدنا لمر بيدينا ولا باقية وظيفة ما كنا نحلموا بها في الحكومة ولا في السفارات ولا في النسبة لنعضاتنا في البرلمان كل الشي ندمجنا فيه وهذا يذكر ويشكر وإحنا السيد الرئيس إحنا همات اللي نقدوا نثمن لا استقرار في البلد مثمنين هذا اللي أعطيتنا أحنا ومثمنين هذا لأمن والاستقرار اللي في بلادنا هؤل ashamed وإحنا هؤلما اللي ما نمشوف الهجرة وأحنا هؤلما اللي الذي أتبرك الله ملي القوة الحية ودايرا معانا الشباب بنا إحنا هؤلما هؤلما القوة الحية قوة الحية في كل شي المنازل وفي الانتخابات ما خالقش ماهلا احنا ما في القوة الحية. اذا اعلننا هذا لا قلناه ما قد نشافع لنا. بنا اللي فات سيد الرئيس خطا فينا. اللي اندور انتم وماشيين معاه. الين يوفينا هذا من المشاريع العملاقة. وهذا من هذا من المشاريع ما قد نحصيهم. يا غير بعض نعرف عني كافي نقاع منهم الامن والاستقرار. الين ما يخلق الامن والاستقرار. ما قد مشروع يخلق. ولا يقدي يخلق شي. اسوأ شنو تستفاد منه. هاي الناس الضعاف. الامن والاستقرار. اراه هم لكم الناس ما يمعدلتهم شي. هم شي. ونختار نقول لسيد الرئيس. ماني مطولة. اعلن نحنا ما قطيتوا قدتوا شي. ما صوتنا لكم عليه. يا قائد ذاك الخطاب اللي قلتوا النهارات. اعلن لكم ما تدوروا مؤمورية ثالثة. احنا الشباب والنساء. ما تخدمنا ندور وكم تعدلوا مؤمورية ثالثة. واعلن ماشيين فيها. وعنا مالي مستعدين لا 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 استفتاء مستعدين له. ودور الشاء الله ينجح. واللي قال انه ما هو لا ينجح. دور ينجح. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة耶fi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أنا بدوري مرحبا بسمي وبسم جميع نساء ولاية تقانت بضخامة الرئيس محمد والعبد العزيز على هذه الزيارة اللي بالنسبة لنا يا الله تعطينا دفع كبير بها اللي هي أول زيارة عاقب مخرجات الحوار الوطني للبلاد كلها وشاكرينوا عليها سيد الرئيس عندي عندي نقطتين لا هي نتكلم عليهم واحدة منهم عامة واحدة خاصة ولا هي نبدأ بذيك اللي خاصة ولا هي نجيركم سيد الرئيس على طلاع من أرقام أنتوما عندكم يا قيل اللي أذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين سيد الرئيس نسبة الفقر في ولاية التقاند تلحق 49% في الوقت اللي المعدل الوطني لا يتجاوز 31% هذا يندل على شيء فإنما يدل على أن ولاية التقاند هي أفقر ولاية على عموم التراب الوطني سيد الرئيس نسبة النساء في موريتاني كاملة اتمثل 51% ونسبة النساء العائلات على الأسر في ولاية التقاند تتمثل 32% هذا معناها على أن النساء في ولاية التقاند في مرحلة معينة من الفقر متين أكبر قاع من ذاك اللي تعاني منه الولاية من انفسها وهذه الأرقام سيد الرئيس ما أنا جايبتها من فرق هذه أرقام خالق برنامج نقال له أبسيفي دامي الكاتورز هو هو اللي عاطي هذه الأرقام للمكتب الوطني للإحصاء وسيد الرئيس نختار نقول لكم على أن هذه النساء في ولاية التقاند على أنهم مهمشات بشكل ما يقدر يصور ما عندهم أي تمذيل في شيء سواء شنه لا في بلدية ولا في برلماء ولا في جماعة باط وأكبر دليل على ذاك سيد الرئيس هذا أرقاتي الكم القليل من العليات اللي من الصبح نتعايط وندوره تدخل واحد قلبنا نجبروه إلى ذاك بالرقم منكم سيد الرئيس أنتم عاطين أولوية للنساء به اللي عاطيهم أذمن وزارات أذمن علايات وزيرات هذا ما يقدر حد مثلا ما فينا حد ما يعرفه ذاك نختاركم سيد الرئيس تعطوا اهتمام لهذه العليات اللي في ولاية التقاند من قد الفقر ومن قد التمذيل في كل شيء يسوه وشنه لا يعد النقطة الثانية وهي اللي عامة الولايات التقاند ومن فوايد مخرجات الحوار عندنا أعلن لا يتعدى اللي جان جهوية للتنمية على مستوى الولايات كاملة لكن استفادوا نحن منه إن شاء الله عندنا عندنا نقدوا عندنا نقدو نعدلوا استراتيجية للتنمية على ذا المستوى يكون تدور حول نقطتين أساسيتين النقطة الأولى هي المياه والنقطة الثانية هي فك العزلة والمياه طار حانا مشكلة كبيرة في الولايات التقاند يقير مالي حلها بسيط إلينا ثلاث الحل إحنا عندنا وادين عندنا واد تشكجة هذا اللي قاعدين فيه وعندنا واد تامور تنعاج هذا الوديان هذا الوديان تجيهم ملايين الملايين من الأمطار المكعبة سنويا إلينا استثمار استثمار صحيح إحنا قاعد مشكلة المياه محلولة عندنا وهذا أنا ماني خبيرة في مجال المياه ولكن فم خبراء أعطاني هذه المعلومات و حسب اللي عندي من المعلومات أيضا على أن فم دراسة عدلتها التنمية الريفية دامل دوس دامل تريز على تامور تنعاج نعرف عنها إلينا استمر لدور لكن لا يعطي نتيجة عندنا فك العزلة فك العزلة ما أنا متكلمة عن تشيت به اللي الناس كاملة تعرف قضية تشيت عنها مسافة قصيرة وتنقطع في زمن خيالي ما هو شي عادي يقير عندنا دون ذا قاع الحصيرة فيها الكذافة السكانية وفيها الكذافة التنموية الحيوانية وهي نعط ساعة زمانية لياك نقطع 20 كم ما ترقاسينها هذا من معضلات التنمية في ولاية التقاند بالختام السيد الرئيس نشكركم مرة أخرى ولا ولا يفوتوني أني السيد الرئيس نذكركم نذكركم بالفترة اللي ما ضيتوا في هذا الحكم بالإنجازات الكبيرة العملاقة اللي منها فطوط الشرقي ومنها مياه بحيرة الظهر ومنها مطار التونسي والطرق والمياه حدث ولا حرج وشكرا السيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله طالبة من الجمهور الكريم الصمت بإذن نقول آيام القرآن الكريم السيد الرئيس السادة الوزراء السيد الوالي السادة الحضور الكراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ينقال لفاطمة محمد وللكيح من موالي التقانت 1978 بمركز الراشيد الإداري وعندي عدة ثلاثة مشاكل والله ربعة هم اللي دعاوني أعلن جلال اللقاء ونتحمس لكي كان نقوله من السيد الرئيس ونعرف إن باعي واسع لأنه إن شاء الله يدروا أقبال باعتبارهم نختار نقول أني ما قطعت سياسة أولا ولا قطعت نزرق يا قير اللي شجعن عليها قوله إن الرئيس السيد محمد والعبد العزيز أخذ بقول الله سبحانه وتعالى لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشراقوا معناها إن ذي الآية حد أخذ مقتضاها معناها إن إحنا أمننا فيه كبير ودروا حقاقنا الأمور كاملة الخاصة والعامة واللي كامل قدوا عدل منها ونختار نطلبها لا طلب عام ما نطلب طلب خاص السيد الرئيس نختار نقول لكم على النجاية من شرر الرشيد ونختار نشكركم كل الشكر والامتنان على الطريق اللي كانت مميّة عن الرشيد وعقبة شقته ذي واحدة حيث أني طريق من الزمن واللي الطائع مع كامل الاحترام كانت قيد في الدراسة غير ما ونفذت هاي الصراحة نختار طلب الأول واحدة الرافع من مستوى مدينة الرشيد المقاطعة لأن مولي الطلب من الف وتسعمية وثمانية وستين كان مطروح ولا رينا حد راشي من عندكم عند الله يوفقنا ووفقنا ويخلق ذا الطلب لأن المعايير اللي انقبضت عليهم مباكت لحواش وانقبضت عليهم ذلي الشامي ذيك المعايير توفرها الرشيد واحدة مدينة شاسعة ومدينة تاريخية ودور إن شاء الله وتشوفوا فيها وثقافية وتنموية هذا الطلب الأساسي الطلب الثاني هو سد يخمم والله ينقال نمر فات تمويله ينقاله في حنيكات بغداء نختار السيد الرئيس بكل صراحة ومتحمسة لياكن نقوله لأننا السد يروي مدينة الرشيد 180 كيلو متر على طول مساحة نخي وأراضي زراعية وإحنا نعيش تحت النخيل مولي عندنا من الأمل والحياة اللاهية معناها أن السد لا نقلق إحنا نقلقت عن الحياة معناها أن السيد الرئيس طالبين منه لا ينجزون الطالب الثاني أنا ما لا ينطول عليكم عندي ياس نبقى نقوله ما لا ينقوله كون في المون السيد الرئيس عفوان طالبا منكم لأننا نقلقت نقول شي عام قاعدوا التوفاة وتملك لا السيد الرئيس سمر واية ثانية نختار نقولها لكم تطلحوا بالكم الشي نقال له التعليم صفة عامة في تقانت والصحة نختار الجهات المعنية اللي هون المراقبة على الولاية إعلاننا تعود في المليجيا تشرف على المدارس وعلى المستشفيات وعلى نحن المواطني الضعاف إحنا نعرف وحوروص إحنا يعني أنه يعود فيم إشراف إعلاننا إحنا ثانا ويتراشيد بكل صراحة ست فصول الفصل السابع ما أخلق نتيجة أعلن الأساتذة قالوا ما يخالق وإحنا عندنا ربعين فتات ونقدمها قدامكم إن شاء الله ينشوفوها قاعدة ما تقرأ معنا أن السنة ما أخلقت والفصول الستة عندنا عندهم أربع أساتذة والسنة الدراسية فصل الأول وفق هذه واحدة ثانيا الصحة بكل صراحة وبكل أمانة نختار ونقول لكم مولي إعلانها لكن لي عندنا بسيط قاقمها الصحي قاقمها ما يوجي يجينا في شهر مرة واحدة هذه الحقيقة حتى أن نحن هذا التعليم الأساسي أنا هالي عندي شهادة بسيطة عندي نيفوباكو عندي بريفاكو غير السبب العدد أني ما نتابع في الدراسة الظروف المادية والمعنوية وعقب لك قطط راحت في قضية التعليم هذا وفم مجموعة من المعلمين هاي العقدويين وعدنا ياكل قالنا حتى أنا أفتخر بيها أني سنتي لولا عادت نشيد وطني ونشيد الاستقلاء لياكل دار تشجعني ولا أطير منها لأعاد السنة الأخرى والد الضعيفة ولا معها رقاش قال نقص الحصيرة ما قابلت مهم أني سيد الرئيس نخذلكم قضية المقاطعة الساسية قضية السد قضية التعليم وقضية الصحة والطريقة عدلت وراجعة في الله لي ولكم التوحي والجماعة كل معاك من وزراء من أطق والسلام عليكم ورحمة الله سيد الرئيس سنتو سنتو يا جماعة سنتو يا جماعة سنتو سنتو يا جماعة مدى كيف تقوم أنتم على هذا المستوى متلقى للرئيس تصنت وتعود عليه المستوى وباشي قد حديثك لأليش سيد الرئيس أنا مرحب بيك ومرحب بالوفد اللي معاك أنا تاج والكلام إذا كان الكلام في الضح يكون السكوت ذهب أنا أنت سيد الرئيس قدمتك جماعة ولا أتيت فيه خراسة ما أتيت شيء خراسة قدمتك جماعة ولا أتيت بضل قرارات على رأسك وحنا القرارات القابضين تعدلنا أثلت أثلت ولايات وكلها تقدم تومية بثنتين كلها التومية بثنتين واحدة والتومية بثنتين وهذا من الإنجازات اللي عدلت لنا ما أقدم تخليهم منها هكذا أنت لايك تتكن العلمان أنا مستوى لك وإن أختيارك الجاو منها أنت لايك تتكن اليوم في موريتان العلمان حمم أنت وعرف أنك مانك شيخ راسك وعرف أن مان اللي نحلوك تفاستاذ موريتان وهذا وهذا اللي قوله في الدستور أنت حلفت أنك لا تخصر أحنا هم اللي نخصر أنت لا تخصر غير احنا مخصرين وانت لا تترشيح غير احنا اللي نرشح وعرف أن إنجازاتنا العدلت مان اللي نحلوه وإحنا هاي ولاية تجججة ما أنم تبايعين معاك لتعيننا حد ولا تعطينا حد من دور ولا موريتاني مستقفة شو هون حدودنا الجزائق وصاعنا ذا اللي نقال لك نصاع ما صاعنا هذا صاعنا الجبهة ولمن هو اللي قاعدنا هون وأنا من واحد وتسعين وأنا هون قاعد هون ومقاعدنا لمن سنوه قدم شيء قتل عدل الصيد هك يعرفوه هون وتاجر ولان دور التعيين ولان دور شيء وخالق الوايا قال هون واحد أن البنوك المغلو لا رسم ما يحق أنا بعد لن أرحلوا شيء بسيء واللي قاعد وقف ما رقلي عشرين شاب بروجيط فيها الربح يتالي ماما ولتها الوان من فلطي أراعيهم يوقفوها علي ورعي الوان وقاعدها قدامها قاعدوا قاعدوا أنه توبة شارعة فيهم فيهم الربح فيهم الربح ليانا وأن الحد لا تم يوكل الفضاء وإحنا الشباب وإحنا الشباب هذا ما أراعيهم أراعي الشباب وقفوهم كم يلي ولاني نطول عليك والسلام نسيبة نسيبة السلام عليكم ورحمة الله الناس هنا الحمد لله كل هل يتكلم عن راس وليتكلم عن المول وليتكلم عن الصلاة يتكلم عن المعاقين اللي ما معرفوا لهم شي وأنا مجربتهم عندي طفاية فيه التواحد أوتيس أسكنت بيها خمس سنوات في تونس نعالش وجاوا عليهم دور عدوا قريب من ثم الموليتانيات نفس الشي والظروف العشناها ما يقدعوا شوها الرجال ولا العليات وجيت وفتحت هون مركز للمعاقين قالوا مركز أمن لديوا الاحتياجات الرخاصة وجبت معايا توانسة أخي الصعيين ندورهم يعارجوا لذلك الشاشرة وندورهم أمن يكونوا للموريتاني ونتائج مراعا هاو الشاشرة ما فيه مواحد يقد يطلب حقه ولا يقد يطلب أنا هي اللي نقدر نطلبها أنا هي اللي عندي شير أوتيس وانا هي اللي عندي شير كان يرصف من لحيو وانا عندي شير كندير مكتب عليها رقم 1000 خوف يقد عليها هذا ما نجاح تولي ناكرت وفتحت المركز سنتين على تمويل أنا الخاص وضرك تعبت ونقف الله واشع شاشرة بقا قدام للك المركز كل نهار دهيني مجموعة من أهل يقولون لحا كثير شاشرة للمرحلة وقفت عن كثرتهم التواحد الموريتان ما يعرفه وجهد لطباء ما يعرفه وجهد لخصائيين المختصين فيه ما مخالقين لا في موريتان ولا في المغرب الدنيا اللي حيان يا قير يا واشع ما رأي تسلب ضرك ما تري عندهم من الأمل يكون أنت والله ربهم والله المال المسيكنين يبقوا شردي وأنا بعد التفل عندي الأخوة سنوات يتعارش وعاد يقرأ في مدرسة بعد ما أنا متكلم عنه يقرأ ويكتب وعندي فيديوهات خطاباته وعنده صوراته أنا نتكلم عنه والشاشرة أخرين أممهم أمماتهم عايشين نفس العيشين والله لكن أنا عايش ورجع من الله أنك تعطيني وقت نشرح لك أخبارهم كاملة ونعطيك تفاصيل عنهم أخبارهم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولاهي في العصابة ولاهي في البراكنا ولاهي في أدرال ولاهي في الزويلات إيه لنا خمس ولايات ليتنحل عنهم مشكلة تكوين المعلمين والعقدويين اللي نقلنا عندنا مشاكل التعليم يتم تكوينهم بشكل عام هذه النقطة النقطة الثالثة لاهي نقول عننا نحنا كنا يطالبوا بمقاطعة واحدة المشرية مقاطعة واحدة قال بها تنمى أعطونا التحد وانطوروا المشرية وانا كنا يقضي خلق مقاطعة ولاهي مسألة اثناتية وين قالها المقاطعة المركزية لماذا؟ بيهلي تجمع السدود في النصف معاهم بلدية السدود وتجمع النبيكة في النصف معاها مشكلة المماء ما طروحها لها واحدة هي مولي فيها خصوصية أخرى هي مناخة معتدل وهي المنطقة الحدودية مع البراكنا وشيء أمام مع العصابة إذن لا بدالها من تم المنطقة البلدية المركزية وهذا اختيار سابق إذن اطوروا كاملين ونخلقوا تنمية مركزية واحدة هاي البلدية لاهي نطالب مسألة نحن عندنا أخيب المحليين وإذا قلنا نطبق على موليتان كاملة يا قيل ما فهم دبيتان عنده مكتب طالب من هذو دبيتات يفتحوا مكاتب في الولاية المركزية لعدهم ما نمو قيمين دائما نهاية الشهر يجوا يعرفوا ما يكايدنا مشاكلنا وقيسوا السلطات التنفيذية يسودوا عن الماء إلى آخره وشكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله السيد رئيس الجمهورية محمد الله أحمد موسى ناشط في المجتمع المدني جاي من بلدي التنسيق بصالة نعوي معترفين لكم بالجميع نعرفونكم غيرتوا غيرتوا وجه الوطن بالناحية الإيجابية بجميع النواحي التنمية والبونة التحتية والممالعة نحن قطعنا من الناس الأول فهمناكم وفهمنا مجيكم وقطعنا نحن هم اللي عدنا التظاهرات لأساسكم من اللي فهمنا وطنيتكم وصدقها ما فادقاء على المورة أخلي في حشي ضارك على كل حالي أنا نخطينا نتكلم عن مسائل بما أني ناشط في المجتمع المدني نخطينا نتكلم عن مسائل عمومية وإن كانت عندي مسائل خصوصية ملحة أقدم عدي العمومي لأول نسبك سيادة الرئيس قضية المداخلات في عرفات وتجني قطعنا قضية مهمة وعدل فيها شي حسين والحي الساكن وعدل فيها شي مهم و70% منها والثماني وسواء لغير بقات 20% و30% قطعنا ما زالت ومشاكلها عالقة توقفت عنها لجان التنفيذ وخلاتها فيها وحدين ما شفتهم أنا ما يقدوا يبندوش ولا يقدوا عدل الشي ولا يقدوا يأمسي ومن ناحية الأمنية ما هم أمين من ناحية هذه ناحية ثانية ناحية الخصوصية للشبه عمومية صالت نعوي بليدة نقطة تلاقي بين ياسر من القراء وقطعا أنها كرافور تلاقي بين هذه البلادات اللي هي وموقع شغرافي ومتوسط وقطعا أنه فيه قدر من الناس وفيها عنده مشاكل شوي ولاهقة عياسر عنده مهمة إعدادية بناها هو على مستوى قوته هو الخاصة بناياتها يغير ما جبار الطاقة من البشري وعنده نقطة صحية دائما تجيه الناس به مركز تلاقي جاية من شور الأرياف وجاية وتطرح المرضى ويفوتوا ما راوي إنقاذ بطريقة يكون الحمد لله من أن يقدروا عاد لباس عاد الناس تنقذهم شور تجيجو شور البلادات يغير نبقو نقطة صحية تعود فماتياها حالة إسعاف أولية تجيل هذه الناس اللي يتعذنبت على كل حال أنا ما نختار نطول على الناس ونختار نصف يغير أنا شخصيا عندي مهمة مهمات ملحة أنا نقال لي محمد ولا أحمد موسى ونبقي نجبركم في المواكشوط وحادكم ونقول لكم أنا ذاك مهمتنا الخاصة ونتوم ذاك الله نقول لكم ما أنا من أفقلكم به ولا نقايل لكم قدام أرواقيش وراني طالب لكم ولا ننكم يحسد بينا وبيكم ويعطينا ويعطيكم الرحساد إن شاء الله ويأم محمد المين وليسويل بسم الله هاي الرسالة نختارها تنقبل مني لعافية ترجمة نانسي قنقبل مني بسم الله أشكر على هذه الزيارة الميمونة أنتم أنتم والأفد المرافق لكم ويأم وكذلك ترجمة نانسي قنقبل مني مجموعة من الملاحظات إدراكاً منكم نعبر عنه هنا هو استعدادنا إن شاء الله لحماية المكتسبات التي حصلت في ظرف قياسي وجيز وحمايتها والدفاع عنها والاستعداد كذلك لما يعرف بالاستفتاء لأن ما حدث شاركنا في إعداده وصياقته وبالتالي نعتبره مكسباً جديداً وتنمية للديمقراطية في بلدنا سيد الرئيس أقدم ملاحظة أخرى مرتبطة أساساً بالبعد الأمني والتنموي وهي أن ولاية تقانت وتجج بصفة خاصة سيد الرئيس وهذا من اهتماماتكم هو مشكل أو مسألة العدالة الاجتماعية ما أبين هنا وما أطالب به هو سيد الرئيس الحرص على إقامة عدالة اجتماعية في بعديها الإدار والسياسة لأن هذه المسألة حرصتم عليها ونحن بحاجة في ولاية تقانت إلى أن نجد نصيبنا من هذه العدالة في بعديها الإدار والسياسة بالنسبة للأنشطة المساهمة في التنمية المحلية أرى سيد الرئيس أن الحكومة من خلالكم ضخت موارد مهمة على المستوى الجهوي متبثلة في الإدارات الجهوية والمصالح الجهوية لكن سيد الرئيس وكما نعرف جميعا أن مستوى ساكنة تقانت وتجج بصفة عامة مستوىها الفكري ومستوىها المعرفي متدني جدا وبالتالي من أجل بناء ملف للاستفادة من قرض معين يتطلب مستوى من المهارة الأمر الذي اصطدم بوعورة وصعوبة المعايير المطلوبة للاستفادة من المعايير من القروض الممنوحة على المستوى الجهوي إذن المطلوب هو تسهيل هذه المعايير من أجل أن تستفيد الساكن البسيطة منها الناحية الثانية والمهمة أرى أن التعليم كما تدركون سيد الرئيس مسألة مفصلية وجوهرية في إطار التنمية وعلى مستوى تقانت بحاجة إلى مراجعة إلى النظر في التعليم في جوانبه المختلفة لأن ما لاحظنا أن المواطنين يعانون ويعاني أبناءهم من ضعف البنية التربوية الأمر الذي قد ينعكس في المدى القريب أو المتوسط أو البعيد على ما نعد من أجياء سيد الرئيس نشكركم جزيل الشكر وأشكر السلطات الإدارية والأمنية على التعاون معنا ونعبر عن استعدادنا لإن شاء الله مواكبتكم في هذا المسار في جوانبه المختلفة والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته أحمد والسيد محمد والناجي والعبد الله تكلم بسم الفرواجة الإحصيرة الإحصيرة لكن ما يجبر العون من أجل مساهمتهم محتاجين الآبار محتاجين الصنداج محتاجين الطب مدارس وهنا موجود ما هم مدرسة بالطين وهلوات كاملين الفوق والتحت جايين مدرسة واحدة وبعيد عليهم والبعض ما يوصل ما ويستعى الأغناش من بعد عنه لأخرى ما موجود مستشفى ما موجود صيدلية ما موجود عيادة جميع اللي يجيهم من المواد الآية جاي عن طريق مقاطعة قرو وجاي عن طريق لوت أمرتم بإصلاحها لكن الشركة اللي قامت عليها لم تنجز ما أمرتم به البعض منها وعدل والبعض ما زاروه قاعوا ولا شافوه والله شافوه لكن ما عدلوه ولكن اللي عدلوه عدلوه برامبلة ومشبه السيل حالا السيارات الدفع الرباعي طالعات يرجعوا ما رش عليها كيف تمشي بالمرضى وكيف تجيب المواد الآية من أجل للقرى الماهم موجود لا آبار ولا صنداج ولا دكان وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله السيد الرئيس هذا اللي يتكلم سالم مجسيدي طابط صف متقاعد من قوات المسلحة من 3 دقائق عضو مكتب من الاتحاد من أجل الجمهوري شاكركم وشاكركم زيالي الشكر وشاكر للزيارة اللي جات في الوقت المناسب في هذه الولاية منذ الظروف اللي وشاكركم على ما أنجزه من سلاحات من مشاريع ومن أمن ومن طروق ومن آخر ما ينقدين عنه وراجب الله أنه إن شاء الله يوفقكم بما تبقى من المصلحة العامة ما زلتوا تتمون لها بكل مناسبة أنا عندي طلب خاص لكم يا سيد الرئيس نبقي نجبركم بعد ترجعوا نجبركم مجبار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام متترا على أجل المرسلين قدرا وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم ما دار نجم فيه فلك ما بعد مرحبين بسيد الرئيس الدولة محمد العبد العزيز عليه الزيارة الفريدة من نوعها في الظروف الغاسية وبالأخير أنا سالم المبيريكي طار ميطور النملان نرحي بك شدة ترحيب ونرجو منك الوقوف عند ضريح الشهداء ببلدية التنسيق النملان غدا يوم الثلاثة تصديقا لقوله تعالى رجال من الله رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومبدلوا تبديلا نلح عليكم سيد الرئيس أشد للحاح على الوقوف غدا يوم الثلاثة عند ضريح الشهداء الذين سعوا في خلاص هذا البلد من يد المستعمر الظالم المستبيد نرجو منكم سيد الرئيس الوقوف عندها الوقوف عند القبير غدا يوم الثلاثة نلحو عليكم أشهد للإلحاح باسم رابطة النملان للأطر نرجو منكم الوقوف غدا سيد الرئيس الوقوف عند ضريح الشهداء سيد الرئيس نلحو عليكم وأشهد للحاح والسلام عليكم سيد الرئيس السلام عليكم ورحمة الله رأي مرحب في خامة رئيس الجمهورية باسم سكان تابورت تابورت نعاج كاملين وبالأخص قرية المسرع اللي كلفتني بصيفة خاصة بدر رئيس سهلة وطلبات المجملة اللي نحاول نلخصها بيالي الوقت ما يسمح قبال بياسر أولا رأينا شاكرناك على اللي نحن ما نقدر نحسبوها وهمش شي فيها ناحية اللمنية والتنموية اللي واضحة كل حال ونحن ما نقدر ما عندنا الوقت صارد أولا عندنا الطلب هو نتعود تابورت نعاج مقاطعة بيها ونخت 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 هيروكم تمشوا وعند المسرع يلق يلق هبو إلا أنت شوفوا تابورت نعاج ودور يطرأوا لكم فيها قرارة أخرى ما كانوا عندكم وتتعرفوا عنها كفيلة بتتوفر كفيلة بتتوفر الاكتفاء ذاتي اللاموري ثاني كاملا ثانيا قرية المسرع هي القرية الثانية عقب البلدية وتفصل لها منطقة ترابية اللاتسع كيلومترات نعرف ذلك التعليات توفا لا هي برا وما قدوا لحقول المسجرية بهم اللاتسع كيلوان ثانية ثم واخرى كل عام يتنجح من المسرع والقرار الحيطة به تقريبا مئة وشي من التلاميذ عشرين في المئة منها من البنات تتخسر هرايتهم بهم اللي ما عندهم ثانوية في الوقت اللي نحن رأينا عندنا مدرسة خاوية خاصة خاصة ساتذة ورأينا في المجال نشكر الوالي اللي جينا هذيك الساعة للينا تتعرق الملف ملف في المحد في التضامن وقبض الملف بحيده وقدم رأينا ما لنا ناس هين ولياك ونعيد لكم إيش فكر والسلام عليكم ورحمة الله ما نقرع ما نقرع كلمة إليت شكتني الناس ولا نتم حاكم المكر ما نقرع كلمة إليت السكتو كامري ما حد كم وقوف والله يتكلم لقاش ما ننطلص المكر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما توفق إلا بله عليه توكلته وإليه ونب والرب شرح لي صدري ويسر لي أمري سلام عليكم ورحمة الله السيد الرئيس محمد والعبد العزيز احنا شاكرينكم ومأجدينك على هذه الزجارة اللي بعد ما خرج مخرجات الحوار احنا هم أول من من نصرك في ولاية تقاند وفي موريتاني كامل ذي القبيلة اللي قال هك أنت ومعاك كنا ومازلنا كنا معاك وحصلنا لك هون نسبة 60% الانتخابات الماضية ومعاكم أيديناكم وشاكرين الإنجازات اللي عدلت في موريتاني اللي منها أمن المغيطي ومن عند المغيطي إلى 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 فصالة لما لك مات وموريتاني آمن وينتخل من حانوه السلام عليكم مخلل ما ينتخل معهم من أربع بوابات وآمن هون الليلة إسرائيل ومن أمريك ومن الإرهاب ومن كل شي هذا كل حد يعرفه كل حد يعرف عنه آمنين هون من كل شي وهو اللي صعت إسرائيل سفارتهم من واكشوت وهو اللي في أيام صعبة منينها بالمغرب وابات الدول والملوكة عن العمة تتنع غد في موريتاني قلت لنا فرضيك تعدلها ولو تحت الخيمة قلت لنا كتعدلها ولو تحت الخيمة وعدلتها على رقب يانفي والبطالة اللي كانت موريتاني وهذا من الفساد اللي كانت فيه انت صلحته ولاننا قابلينك تبني تعدد تلحقنا كلا خاسرين ونصلحوا وتبشي عنا كيف ما قال الراجل فيه نطالبين مأمورية ثالثة ورابعة وخمسة غربك غربك عندي طلبين للمركز الإيداري مركز الرشيد وعند يزل الطلبات المنطيقة ينقلها تألمس واحدا ندور المركز الرشيد الإيداري يعود مقاطعة ولا يهب ولا هوكف النبيكة ولا هوكف المطالبات اللي هيقول لان دور يعود مقاطعة احنا مركز الرشيد الإيداري يضع يعود مقاطعة المقاومة نشت منه المقاومة نشت منه من أطار ومن أسبق النيم لان وسبق المقاومة من طلق من الرشيد المقاومة الضريح تنطلب بيتوك في عيو الصبح لماذا من الرشيد إحنا ندور الرشيد يعود مقاطعة وندور السد تشكش خالقين بالسد ينقال لبغدادة نموتوا ما نقابلين نموتوا شمامة إن بيك أطمنها الخط ما نقابلين تشكش تنقلق عن الرشيد والإحواطات ما نقابلين تشكش تنقلق عن الرشيد والإحواطات سيد أحمد شكرا كافيك سيد أحمد مطلبين المركز سيد الرئيس تالمست 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 هذه قرية خلوة نائية تالمست 52 كيل من تشكش 41 كيل من بلدية الواحات ونقطة عبور بين أدران وتقانت ولا ينطبق عليها التقري العشوائي ولا تقد مدرستها تنضيف للرشيد ولا بلدية ثانية بيني 41 كيل منه 53 وخمسين وهذا يعرفوا الوالي ما فيها شاف ويعرفوا الحكام ويعرفوا طرتك عندنا عين إنها 600 عام قايمة عين واحدة ساكنة تشرب عين واحدة إنها 600 عام قايمة وخسرت العين وخالي نقلق ندوره صنداج محمد العبد العزيز وندوره سيارة طب وندوره طريق وندوره نسو وندوروك ما نتاك لذاك على المتخبون ندوروك أنت تعرف شل تلمست تلمست وشويخ والمينا ما ندوروه عند بيته ولا عند العمدة ولا عند الولاد ولا الحكام عند محمد والعبد العزيز يعرف شل تلمست شل تلمست شل هرام في لابن الرشيد شكرا شكرا وشيزينا سيارة اسعاف وعرف أننا قلق خالينا نقلق علياتنا ماتوا وحالا ما فات جانا قلق إلى اليوم ما فات جانا قلق وإحنا عندنا 60 تلميدي حالا وكنا العقدويين أخير من الدرس العقدويين أخير من الدرس العقدويين رشانا قلق ومثقفين ويعرفوا بخير من قلق اللي كنهم عربي صاح ورأينا ممشي عنا قرأي عقدوي سمعت علي أخير من قرأي سيد أحمد كافي أخير عقدويين العقدويين نعرف لهمشي السلام عليكم برحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا عندي كلمتين فقط واحدة واحدة عندي عندي دعاء بسمي كشيخ ورئيس مكتبة شيخ محمد والشيخ المختار للتراث والحمد لله الذي جمعنا بعد فراقنا قبل الموت سيد الرئيس أنا متكلم عن المقتتين واحدة شكرك اللي لا واجبوشي سيد سيد محمد أنا ما النافق تعالني دائما نراك رأيتك بتشوية توفلات وتعرف تعرفني تعالني ما النافق وموليتاني تعالني ما النافق يقال نعرف إحنا هذا الشاخ والمسلمين وموليتاني كامل أعلنك أنت إلي ما تعادل منضة ذارث ولأن قابلين أردنا لك منضة ذارث زانيا بسمي مواطن مولي من بلدية نبيكة تامور تنعاج أردنا لك سيد الرئيس عندنا نقص وتعرف أن دور قال لك بلدية تنبيكة حشدت التلاميذ الطريق الدور قرايا قرايا ما فيها ما فيها اليوم لا قرايا أساتل المهمين وفاكتاو عنها قال وانا محمد الدنيا وفاكتاو عنها شراشر منقبولها عقدويين الصلحب ومؤساتها وبلدية نبيكة كاملة مية وخمسة مية وخمسة وسبعين كيلو متر من قبل وقات فيها إعدادية وحدة ورأي لك مانا ضد التنسيق والمدينة التاريخية المعروفة مدينة تاريخية مدينة قصر بركة التاريخية معروفة أنها 450 سنة ورأي لك هي أقدم مدينة تاريخية مولتا حكما افتقان تبع من القبيل اللي قال لك أنت وهي هي بلدنا هذه المنطقة اللي هي نبيكة اللي فيها من مدارس نقفر كامل أنا ساكن واحد وهذه السيدة الرئيس في بلدنا عندي منها ولهنا نطور عندي دعاء لها نقول لك وعندي المكتبة الشيخ المحمد قططيت أوامر أنها ترمم رممت يعني نفقتي الخاصة ورأي لك التكلفة اللي عدت فيها لت ملايين وشيو ملف نعطيه لك إن شاء الله سيد الرئيس المكتبة الشيخ المحمد والشيخ المختار وعندي دعاء عندي دعاء لها نعطيه للرئيس نبقي وتسمعه نسأل الله لك في هذه الليلة راحة تملأ نفسك ورضا يغمر قلبك وعمل يرضى ربك وسعادة تعلو وجهك ونصرا يغهر عدوك وذكر يشقل وفيك ورزقا يقضي دينك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الدرديري والباب والمعطى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له وصح عنه عليه الصلاة والسلام وأنه قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله طبعا نحن في ولاية التقاند والمتحدث الدرديري والباب والمعطى نقول بعلننا شاكرين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز على هذه الزيارة المباركة الميمونة وحق لي أن أنشد فيه قول الشاعر أبا خالد ضاقت خراسان بعدكم فقال ذو الحاجات أين يزيد فما قطرت بالشام بعدك قطرة ولا ابتل بالمروين بعدك عود وحنا طبعا أول شيء رفعنا كتاب الله تبارك وتعالى وذلك اللي عدلت فيه لا يمكن لمكابر أن يشحده فما على الإنسان إلا أن يحمد الله تبارك وتعالى عليه فبرافعكم لكتاب الله تبارك وتعالى رفعكم الله سبحانه وتعالى بذلك كذلك بإنشائكم للمحضرة قناة المحضرة والإذاعة التي يتلى فيها كتاب الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار هذه كبريات الجميع متفق عليها مواليا كان أو معارضا أولا هنقول بعلن هذه الولاية على كل حال في أبهى حلالها فرحان بكم جدا غاية الفرح أولا هنذكر بعلن مقاطعة المجرية طبعا اللي أنا أنحدروا منها طبعا وأنحدروا من كل موريتانيا ندروكم فقط ترفعونا من مستوى التعليم الأصلي التعليم الأصلي المحاضر يعود معروف الهمشي ويعود شيوخ المحاضر يعود معروف الهمشي ونختار مواليا بينا بعلن السيد الوالي السيد مولود من الساعة اللي وصل إلى هذه الولاية جهوده كذلك معروفة جزاه الله خيرا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لكل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه دكتور خليفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور خليفة وليشلمان professeur universitaire de بلدي تسودود et président du réseau RAYTOM réseau des associations environnementales pour la transparence et les objectifs du millionnaire de 369 ONG organisation gouvernementale سيدة رأيس نحنم سلمين عليكم وفا حوريم بوجودكم اليوم في الولاية التغاند الولاية المعروفة بالأمجاد والبطلات التاريخية سيدة رأيس أشكر الوفد وأشكر المنتخبون المنتخبين وسيد الوالي على هذا الحشد اللي جاكم واللي أنا بعد ما قط شفته منذ عهد طوي أني قليل علينا بقى هون حد منه التغاند وجوه التغاند ماجه وزيادة على ذلك أعلن تقديمكم كذلك لنوع شيخنا الشيخ عثمان لبي الشيخ المعالي اللي هو أول جاكم هذا مجد كبير ونفتة كبيرة به اللي هذه المدارس الصوفية يا الله تتندعم كيف مدرست الشيخ بالمعالي والشيخ صيد المفتالك أنت وهذا الولي اللي هنا تياها كذلك الشيخ عبدالله والحاج إبراهيم والشيخ إبراهيم نياص والشيخ عبدالله هذو كاملين يا الله تبهم اللي هم يمروا بس مع مراحل إلينا يعود مثلا الراضية والمرضية والكاملة يعود الإنسان سيره في الله ومع الله وإلى الله ما تريد يبطش ولا تريد يعدال شي خاسر المسألة الأخرى نرجع على الجانب قضية التعليم سيدة الرئيس نحن نشكركم أنتان كالبروفيسور الانيفرسيتاء لهاي الانيفرسيتي اللي الربون انترنسونال اعلنها هذه سابقة في أوانيها وذي المطار اللي عدلتوا اللي بارميلة بيغران زاير بور دان لأفرق دي نور المسألة الأخرى شاكرينكم اعلنكم ادرتوا انكم ترأستم إفريقيا وجبتونا كذلك جميع العالم العربي جاء إلى موريتانيا معناكم مقران تولة اثنين وإحنا طائر بين العرب والأفرق ولا بد أن يمتزج كيف تنقول العين اللي نعود بياضها هو سوادها هو اللي يشوف يا غير اللي يجرح بياضها ما تتشوف بعدين أرجع على مسألة بسيطة ونضم صوتي للراجل له هذا السيدة القال هو اللي أنا له نقول شخص شخص دحمد البكاي اللي جاء الولاة كانت البخاني يستوكل الناس كامل ولا يتحد يباد قدامها وهو قايص سبيت الله الحرام قالوا له احنا فاصلين فيك وتحاكموا معا مثلا كانت في محكمة وحكمت على الشيخ سيدة عحمد البكاي اعلنوا يبقى هولاته لأنه لا يطرد عنها يكلوا حوش سيد الرئيس انتم عدلتوا إنجازات لا يستهنوا بها والشعب الموريتان هو اللي طالبكم ما تلاقي قضية هذا الحوار احنا قابلينه ونفرمي الصين كم عيطتوا للناس كاملة يا قيري لين تمشوا عن موريتانيا وإحنا نراعوا في العالم كامل شعله إذن سيد الرئيس لا هي حاكمكم الشعب الموريتاني ولا هي مثلا حقيقة وحكما يتعودوا هذه الإنجازات اللي شفناها وشاهدها كل إنسان في موريتانيا وخارج موريتانيا لا هي تعود ورقية عبر الحائط وطالبينكم السيد الرئيس وكذلك سابقنا انتهي اعلن بلدي السدود امطالبين عليه اعلنها تعود لنا مقاطعة واعلن جوينغي وفاصل سيد الرئيس اعلنكم تعجلوا للفت اراه هو مخطي من جميع الجوانب واعلن ندوروا نقطة صحية فيه ونعود وتعرفوا اشي ذيك المدرسة تنبنى فيه ونعرفش على كل حال اذيك المنطقة الضعيم متخيري متخيري السلام عليكم اشتركوا في القناة v تكلمتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراني مرحبا بالرئيس ورفت اللي معاه وشاكرتوا على ذاك اللي عدل تلقيت للحاذر اللي خلق لي في النعمة ذاك اللي عدل لي متعدل عندي جزاء الله الخير وراني طالبة من اترشحن المؤمرية ثالثة نحن التقان تفاصلين في وتيجي قجي بالاخص ومن النهار اللي جي من الفين واثمانية نحن ماشيين معاه ومازلنا ماشيين معاه ولاننا منافقين ولان دورش وبينا لان نمشو معاها الفوق ما نجي حدينها ولاقعت تخلق فينا ديز يمتور ابدا لاف بلدية ولاف دبيتة بلدية تيجي قجي بالاخص اسمعت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونختار نجي بركة وحدك سيد الرئيس الليلة أنا صاحب تلحان سيدي والديدي سيد الرئيس الجمهورية أنا نقولكم الحمد لله الحمد لله على مجيدكم التشججة أنا في حملة الرئاسة الماضية كنت هون على الرابط ومن الناس اللي طلب منكم علنكم أول زيارة تعدلوها التشججة وعقبة ما خلقت ما أهضرك يا قير عادة زينا عندي بيه اللي جاتنا عاقب مباشرة هذا الحوار اللي احنا نذمنه مستخرجاته كاملة ومأيدينها الانجازات اللي عدلته لموريتان كاملة تتكلم عن راسها الضو ولمة والطرقوات هذا يتكلم عن راسه وبمناسبة بعد الطرقوات خاصة طريق تشججة أطار بيه اللي سكان تشججة أغلبيتهم جاية من أدرار وأقلياتهم اللي جاية من أدرار معناها أعلن هذا ردهم للوطن الأم وإحنا ماننا صايبين عنه كن وجزاكم الله وخيراً عليه بالنسبة لتعليم أنا بصفي قراي مطالب بإعلن البعد اللي نعطيكم فيها أرقام السيد الرئيس إعلن بعد قراي في تشججة اللي سنة كاملة ممقوطة تسعة وثلاثين الفوقية ففي نفس الوقت اللي يعود بعد اللي لتري مستر واحد أربعين ألف والطبيب ميت ألف وتسعين ألف والبعد نعرفه عنه أول شي ماشا كان للتعليم الأساسي وظارك ماتا ورأيين منه شي بالنسبة لتشججة قال هياثر هراه واحد من المتداخلين قبيل اشكر اشكر القرايا العقدويين على القرايا الأصليين السبب واضح إعلن مجيت الوالي إعلنه هنا نخلق هون امتيحان للناس العقدوية انتقرت الناس اللي على المستوى وتوف اللي كانوا ينقابلوا العقدوية ماهم على المستوى وخلق تصفية حقيقية وشابرت الناس اللي ما كانت تشبر النجاح في العقدويين نجحت بهاللي عندهم المستوى عادت تقدر تقري ورات الوروف تقدر تقري فيهم يا غير حالا ما قد التقاني التشبر معه خمسة وعشرين عقدوي قراي وهي ولاية شاسعة ومحتاجة الياسر من القراية هذا السبب الخمسة وعشرين هو اللي عاد ياسر من مرك المناطق هون تشوفوه متضرر من نقص التعليم نقص القراية اللي يقول له وبعد بيلي نحن جاتنا اللا خمسة وعشرين على الطاقة من اللي كان هنا تياها واللي أغلبوا اللا من هالي الولاية واللي ما من هالولاية من هالأدرال من هالأعصابة باللي هاذ الولايات ثنتين هما اللي أقربش التقانت ويبقوا جوها والله التقانت حد ذاني ماولا يقبل جيها اللي عنده قاع براسات خرين يقيسهم وهذا أساسا هو اللي مثلا أنا بعد الانجازات اللي عدلتو والحمد لله على مجيكم التشجر وشكرا مصطافة مصطافة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما توفقيا إلا بالله عليه توكلت وإله أنيب أولا مراحبين بهذا الخطار الكبار اللي جاونا الليلة والله جاونا اليوم بالأحراء لولايتنا مراحبين بهم بسم جميع ساكن التقانت ومرحبين بهم في ولاية التقانت وفي مقاطعة التجججة وبسم كل قرية وكل فريق وكل خيمة ساكنة في خلوة هذا أول شي الثاني شي نبقى نقول عني محمد نبقى نقول عن كثرة الكلام عن قضية التقيع لداري ووحدين دور مقاطعة ووحدين دور مركز داري وشينا نبتو وهذه الرواية يا الله الرئيس يعرف أنها رواية أساسية بيلي ولاية التقانت كيف نعرفه كانت قلعة حصينة من قلاع المقاومة ضد الاستعمار وهون مات كبولان هذا المستعمر معروف أنه ما قط عادي خطط الناس تخطيط لا يبنيها يخططها لا تخطيط لا يفرقها ولا يهدمها ولا يخصر عليها إدارتها وارك التخطيط اللي كان موجود عند المستعمر هو اللي معتمد عندنا حالا وهذا راه ما هو معناه مشقرين وكامل يا غير مشقرين فوضوية في طريقته ومن المفارقة فيه عندنا من هون أعلن هذا التخطيط ما كان راعي الكم البشري ولا الموارد ولا الأهلية القيام مقاطعة ولا مركز داري ولا كذا بقدر ما كان راعي نوع من التوازنات في ذلك الزمن السالف والدولة اعتمدت بشكل تلقائي ولا قط وعدل فيها أي مراجعة جديدة وارك انطالبوا بمراجعة شاملة له وتعود موضوعية ما هي على خلاقات الواقج وإنما على خلاقات التنمية وبسط مثال عليها عندنا من هون هذه مقاطعة تجججة إلى مقاطعة المجرية 125 كيل ما فيها أي مرفق إداري يسوش انه 150 كيل ما فيها مرفق إداري أهل المنطقة اللي فيبعدو 75 كيل من هون في النصف مجموعة قراءة وعندها اقتصاد وعندها كم سكاني تمشي 115 كيل شواء مركز الرشيد الإداري إياك تحل أبسط مشكلة إدارية وهي واخذة على الولاية وعلى الحاج هذا راه ما هو معناها أنها ما تبقى تعتاب على الرشيد يغل معناها أن هذا فيه نوع من الفوضاء الإدارية ما هي مقبولة وارك ما نبقي سابق نطيب الحديث ننسى رسالة ماشيتها معايا ساكنة قرية إيقافان واحد في مدد التنسيق ومجموعة قراءة محيطة بها وهي عنهم شاكرين السيد الرئيس وماشيين معاه في سبيل الإنجازات وذي الأمور المتباركة عدل الموريتان وشاكرين وخصوصا أهل سكان قرية إيقافان أعلى تعدال سدهم الكبير اللي يقع لمساحة هائلة وينتج سنويا ياسر من المحاصيل الزراعية عدلوا لهم كانوا من الدك دك وشاكرين لأنهم جلبوا لهم البارد بعدين كانوا يشربوا لهم المالح منذ الثمانينات وشاكرين وعن نفتح فيهم ليوم مدرسة إعدادية لجموعة القراء المجاورة بعد من خسرت قراءة كذلك من بنت ما هي قادرة تنقلوها لها شور ما تنقليك يقرأوا فيها هذه رسالة صغيرة محمل بها وثانيا طالبين المزيد وطالبين لفتة شور الريف أرى هو الريف ما عليه التفات ونبقى نقول للسيد الرئيس أعلن العدل الناس تعاجهم في نواك شوق هو عنها ما هي جاب راشي في ولاياتها نبقى الدولة تثبت الناس في ولاياتها تثبتهم يا الله قاهم عدوا وطنيين وعدوا كيف الغزال اللي موتوا فوقوا وهي أنا ندعيلها بهذه النواك شوق ماتت الدولة تعدل في مرفق والسبب ما هو عاجز الدولة ولاقلت استخدامها الموارد وإنما يركمل هاي والتقاري الفوضى والنواك شوق كل نها تجيها عشرين عرف هاي ساكنة من الداخل قير قاعدة هو من نوشي الدولة تفرق الموارد والخدمات وأنا قاعد أدعو اللامركزية عنها تحور شيء من الإدارات إن شاء الله الداخل إياك يخف عليها الضغط فيه نقطة ثانية نبقى نعدلها نبقى نقول لحظة شوي عندي كريم واحدة وجاز إجاز إن شاء الله نبقى نقول نقطة أخيرة نسمحوا نبقى نقول نبقى نقول عني أنا أصلا ما نميال الإطراء الحكام ولا الرؤساء لأن هذه كانت عادة قديمة عندنا وتبالغ فيها الناس حتى وتطل الرئيس لين يخسرقاء الهم ويعود ذلك ما هو صالح الرئيس يسال فينا ننصحوه يسال فينا نعتوله نواقص اللي فينا بيلي هو أب المجتمع وحد لي يجحد عن بوه مشكلتهم لأنه ما يدور حلها وغيرك إحنا الرئيس يالله نساعدوه بنعطل الحقائق إلى حقيقتها خصوصا إلا جبارنا رئيس ساعي لأنه يحد المشاكل بطريقة حقيقية بعيد عن التلحليح والتصفاء قلونا في التصفاق الخلطة وأنا بعد ما أني ما كنت أصلا لنبقي هذا قيل أمم لي ما يا الله يسهيني عن الشكر الجميل باب اللي فيها سكانيرات هذا ما هو من التصفاق يا الله نعودوا واضحين الفضاء السمعي البصري الداعات والتلفزيات اللي كل مواطن يقول فيهم ذلك اللي يبقي هذا ما هو من التصفاق نشكر رئيس الجمهورية على هاي الإنجازات وأنا من طرفي كشاب من سكان أهل تقاند وكشاب موريتاني كنت عندي يأستام من تقدم بلدي بدأت نشوف بصيص أمل فيطار هذا الحكم الحقيقي وانطلاقا من ذاك نعرض خدماتي على الدولة ونقول عني أنا عندي بشكل شخصي نوع شي من البحوذ في المجال الصناعات المدنية وإحنا اللاكي في العالم يا الله نعودوا ننتجوشي ما أنت وما شوف وما شوفنا شور الخارج وهذه الخدمات عارضها وعندي شي في مجال ثاني ما مهم يقول لنا من ناحية الأمنية عارض خدماتي مجانة على الدولة وعلى سلطات لدارية من دون مقابل ومن دون روات ومن دون تعويضات والسلام عليكم ورحمة الله إذن اللايحة فيها بقية يقول الوقت مطاردنا لا ينوقفوه ولا يتوقفوه إن شاء الله كاملين ولا ينوقفوه ولا ينوقفوه الناس اللي لا يتجبر اللقاء من السلاقة من التاسعة ليلا لا ينقرأ لهم الناس وتدخلهم في الخيمة من اللحظة الوحيد وتعود تبدأ اللقاءات مع رسول شكرا بسم الله الرحمن شكرا شكرا بسم الله الرحمن شكرا 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 أو شكرا شكرا يعني الناس كاملة هاجرت ولاياتها ومساعتهم وتمركزت في نواكشوط وبناتهم في نواكشوط وسكنت فيه وتلبقوا الناس اضعافهم والذي جاءوا يقصروا هذا هو حقيق وبالتالي هذه الخطة اللي عندنا دركات إياها القادمة هي اللي راجعة نسو بهذه المشاكل هي تكوين مجالس جهوية منبثقة من جميع الولايات هي اللي لا يتم ترعب المشاكل ولا يتطرح حلولهم ولا يتسويهم ولا يتعودهم مملي تصير مع الدولة الموارد كاملين وتوجههم للمصالح لولايات كاملة هذا هو اللي توصلنا له لأن موريتاني فيها حوالي ثلاث ملايين وخمسمية ومدعنا دورة عود في نواكشوط منه شي يزيد على تسعمية من عند المميأة الفوق لقع تسعمية تسعمية دائما ساكنة مدخل نديجي مملي فوض ثم شهر وبالتالي دورة عود ثلاث موريتاني كامل في نواكشوط وهذا الناس جائرين من نواكشوط ما بيعزت من نواكشوط ولا بيعزت أنا تخذي البيضات التي كانت ساكنة فيهم يغلل المشاكل المطروحة حالها ما تتسويهم من نواكشوط التعليم الصحة العمل الحياة كاملة الوسائل الحياة كاملة ومعركزت الأسف من نواكشوط وهذا كان يقدعود من ديقة الرؤية للبعض والله ممدين يقدعود كان شاطرهم من الأنظيمة الماضية كانوا شاطرهم وسائل عندهم بعض الأولويات كنتعود تخص بهم هما يغير بعد ظرك ظاهرنا عن حل هذه المشاكل كاملة أنا تكمن في تكوين هذا المجالس اللي يعودوا قائمين وموجودين ما هم مدى بنواكشوط تجيكم مناسبة الانتخابات ومناسبة زيارة الرئيس والمدى من حجرة من الولاية وساكنة في الولاية ومسؤولة عنها ودافع عن مصارح الولاية وحاضرة أيضا وتعرف مطروح كامل اللي ممكن عنه يقد ينجز في الولاية وهذا ممكن على كل حال اللي عدى بنواكشوط من ستينات عاد هي أكبر مدينة في موريتاني في ظرف أربعين سنة منعنه يقد يغير من واجهة جميع الولايات إذا عنا فهم لابدت عندهم قدرة وإرادة ورؤية وإذا لا يخلق اللامين تعود مد حاسب مسؤولية تجاه ولايتها وموجودة فيها فهذا بالأسف من استقلال إلى الآن فأقدمه تماما نتيجته هذه عن موريتاني من داخل عنها نخلات من جميع سكانها وخسرنا الكثير خسرنا التنمية وخسرنا فيها الزراعة وخسر فيها التعليم أيضا تعليمه نفسه تماما وفهم مشكلة التعليم واللي ما طروحها كل ولاية اليوم عندها مشاكل في التعليم قلة المدرسين والمعلمين والمدارس وهذا المدري يرجع على الفوضوية يرجع على الفوضوية لأن كان هذا كامل مسيس المدارس اللي بتناول ما هو حسب الحاجة ولكن على المزاج وعلى المطالب للأشخاص وفهم الأمور اللي وذلك من الوسائل المملمات قد الدولة كل الفريق تبني فيه مدرسة وكل الفريق تعود فيه معلم بين اللي اجبرنا مدارس اللي قدوا عندما يطبق على الولاية الهوناتية والله مناطقها كاملين يغير اجبرنا مدارس يعودوا فيهم معلمين وثلاثة واربعة ولا فيهم خمسين الشركة ولا فيهم ثلاثين وهذا ما هو صالح هذا ظلم في حق ذلك المدارس اللي فيها كفافة سكانية وفيها تلاميط ما مشارلين حد يرنهم هذا هو اللي مباركة معاه المتباركة معاه الوزارة كانت نصرحه ولا معدل به الأخلاك ولا لنا محاول الموالي نضيق به على البعض محاول وكاننا الوسائلة عندنا اللي قريلة وكاننا استفادوا منها صفة تعود تعطي نتيجة هذا اللي مباركة معاه ما يقدروا ذهم البعض حسب عنه ضرر منه يا غير الكامل إن شاء الله مع الزمن يدور الله يعطي نتيجة ويستفادوا منه ونصرحوا به التعليم إن شاء الله من هنا نحس المجموعات كاملين على الشيء نقاله التجميع لأنه لا يحل المشاثل التجميع على أسس تصارحة معناها عن البلاي لا يقدر كيفية تجميع يجمعوا فيه السكان الدولة مستعدة وعندنا من الإمكانيات اللي يقبلوا فيهم المدارس ونبلوا فيهم الأطباب ووفروا فيهم الأمن والمياه والكهرباء هذا عندنا سيقر بالشرط وتعود فمات إياها مستقبل عندك النقطة لا يتعدل عنها لا يتعود عندها 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 المقومات التي تقدف تجعل منها مدينة مستقبلا كيف الشامي كان ما فيه شيس وشن هو أعرف أنه كان أرض من سرحة فيها الرياح واليوم الحمد لله تعرف على عادت مدينة فيها الكهرباء وفيها باطلة شميع مقومات وعاد فيها سكان وعادت ملي الناس مستفادة منها عادت الناس مستفادة منها لأنها مبينة النوادي بنواقشورت زيد على 550 كيل 400 وعنها 480 كيلومتر وما كان فماتية أي مدينة وكانت ضرورية ونبيك تلحواش أيضا مملي لمنطقة تقد وارك الآن اللي متابعة فيها عندها مشاريع فماتية اللي عادت تصدر الخضروات للنعمة اللي أقدم منها ولباس كل من المدينة ها كان يعني ها بهذه الموجود في هلمة وتقدر تعود مدينة يا غير مدة هامها كل بليلة قط نسلتها من الخمسينات والاربعينات هذا واقع على كل حال والواقع يا مدة ما تقدر تعود تم لا ماشية على وجهها قدر مدة توقف مرة وتفكر طالي واحلة فيها كانوا كانوا مقدم والله مقدمها وفكرت القبائل وفكرت على كل حال هذه أفكار التي تعود بزمنها أعطات أكلها بزمن لقد الزمن ضركات إياها الأمور تقيرت وفكرت الدول ما تقدم تقدم ما هو على أسس ثابتة تقوم بم اقتصاد وفم مواريد وفم عمد وفم أمن وفم استقرار وفم الصحة وفم الطاقة هذا هو اللي قدبنا عليه شيء ثاني ما قدبنا عليه والأمور الكاملة تطور الفلاحة طورت إنتاجها طور طورت بالدراسات والتخلي عن المعاملات الممارسات الممارسات الماضية وأيضا التنمية الحيوانية نفس الشيء يمودي مدت التابعة ما شمع الحيوان تلبو لكنه لا يتخسر التعليم لا يتخسر الصحة ولا يتخسر التنمية ويخسر ياسم الأمور وبالتالي الناس طورت من التنمية الحيوانية يعني الدابة اللي كانت تنتج لليترين ووضع لليتر ونص حتى تنتج 20-25 لليتر يقال لابن ثبوت وتطبيق دراسات ونتاج الدراسات التي توصلها العالم كامل توصلها على الكامل ويقالتنا تم ونفكر في هذا ولا تم ولا ماشينا على وجودنا وإننا كانوا يعذلك أننا ماشينا عليه والتاريخ على كل حال مهم مهم يغال مدد تشوف مد تختبس من آخر المسائج التي تقدمها وشكرا لنا جاور مع المجموعات إن شاء الله وشكرا 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 للمشاهدة قناة الموريتانية في كل مكان اختتمت الجلسة التي ترجمة نانسي قنقر